ملايين في أنحاء العالم من أفراد وشركات وحتى هيئات رسمية حكومية يستخدمون برنامج كاسبيرسكي لحماية الحواسيب من الفيروسات والقرصنة الإلكترونية لكن من سخرية القدر هيستخدم قراصنة روس نفس البرنامج لأغراض التجسس والقرصنة وهذا ما اكتشفه قراصنة إسرائيليون بعدما تمكنوا من قرصنة البرنامج الحامي نفسه ثم أبلغوا بعدها الجهات الأمريكية الأمنية المختصة التي أوعزت بحضر استخدام هذا البرنامج في أجهزة الكمبيوتر في كل المؤسسات والدواء الرسمية الحساسة في الولايات المتحدة دوامة جاسوسية غريبة تثير زوبعة هائلة من التساؤلات بشأن حقيقة ما يجري كاسبرسكي لاب هي شركة روسية للأمن الإلكتروني وإحدى الجهات التي تحقق واشنطن في دورها في التجسس الروسي الشركة وجدت نفسها تحت الضوء مجددا هذا الأسبوع حين كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن جواسيس إسرائيليين اخترقوا شبكة الشركة الروسية في عام 2015 ووجدوا معلومات ومواد تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية إسرائيل أبلغت الوكالة باكتشافها لتطلق واشنطن على الفور حملة بحث واسع عن الخرق وتكشف تحقيقاتها لاحقا أن الأدوات باتت بحوزة الحكومة الروسية الشهر الماضي أصدرت وزارة الأمن الداخل تعليمات إلى الوكالات الاتحادية المدنية لإزالة برمجيات كاسبرسكي لاب عن شبكتها كما قال مسؤولون في أقسام الأمن الإلكتروني في وزارات أمريكية مختلفة إن برمجيات الشركة لم تستخدم فقط لحماية أجهزة الكمبيوتر لعملائها ولكن أيضا كمنصة للتجسس وتقول الواشنطن بوست إن الشركة قد استخدمت على مدى السنوات الماضية تقنيات لا تكشف عن فيروسات الكمبيوتر فحسب بل تستخدم أيضا لإيجاد بيانات سرية أما الشركة نفسها فقد قالت في بيان إنها لا تمتلك علاقات مع أي حكومة بما في ذلك روسيا مضيفة أنها تجد البرمجيات الخبيثة بغض النظر عن مصدرها وأن أدوات القرصنة التابعة لوكالة الأمن القومي يمكن أن يكون قد تم التقاطها كبرامج ضرّة دفاع قد يكون هشا في ظل مرور جميع بيانات كاسبرسكي لاب من خلال مقدمي خدمة الانترنت الروسية التي لا يعتبر خضوعها للمراقبة الحكومية سرا معنا الآن من القاهرة المتخصص في التكنولوجيا والخبير في الإعلام الجديد أيمن صلاح مساء الخير أيمن مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار دعني أعلق على النظارات جميلة جدا هذه النظارات الزرقاء دعني أعود إلى موضوعنا الأساسي مسألة كاسبرسكي هذا برنامج يستخدم لمنع القرصنة لمنع انتقال الفيروسات إلى الأنظمة ولكن في الوقت نفسه اكتشفنا أن هذا النظام هو نظام تجسس بمعنى آخر عندنا مثل بالشرق يقول حميها حراميها يعني أنت تشتري هذا البرنامج لتحمي أنظمتك وتكتشف في نهاية المطاف أن هذا البرنامج هو من يتجسس عليك كيف يمكن أن نفهم هذه المسألة؟ طيب مساء الخير الأول أنا مبسوط أن أنظر عجبتك يعني هو يبدو أن حلقة غرفة الأخبار النهاردة مليئة بالريبة يعني أنا مليئة بالريبة فده بيكمل الحلقة تماماً هنا إحنا عندنا مشكلة أنه دايماً كواقع معاش أنه إحنا دايماً بنرأي بإيه اللي داخل الكمبيوترز بتاعتنا من بره اللي إحنا بنسميه من بره الجوة أو اللي داخل من الإنترنت للكمبيوترات الشخصية بتاعتنا أو لتهواتفنا المحمولة بس عمرنا بنرأي بإيه اللي طالع منها البرة يعني الكمبيوتر بتاعي أو التابلت الجهاز اللوحي بتاعي أو التليفون بتاعي بيكلم إيه على الإنترنت وبيبعت إيه عني أنا ما بعرفش طبيعي أنه كل أجهزة كل برمجيات مقاومة الفيروسات بتتحرك بنفس الشكل لا يخفى على أحد أن كمان مؤسسات الأمن القومي في العالم كله بتعمل برمجيات بتاعتها بغرض التجسس على أفراد أو جمع معلومات بشكل أو بآخر ودي عادة بتبقى هدف لمضادات الفيروسات لأن المضاد للفيروس بيحس بأن ده مالوار بيحس أنه برنامج مش فيروس دار أو برنامج خبيث بس مالوش أضرار مباشرة على الكمبيوتر لأنه هو بيحاول يجمع معلومات طيب هذا البرنامج نتحدث عن هذه التقنية كاسبارسكي التي تستخدم في الكثير من المؤسسات في الولايات المتحدة هي تقنية روسية ليس كذلك؟ بالزبط هو الأوقدها يوجين كاسبارسكي يوجين كاسبارسكي لافت هنا أن مؤسسات حساسة أمريكيا لها علاقة بالأمن القومي وبالاستخبارات وبكل هذه الأمور تستخدم تقنية تطورها مؤسسة روسية لحماية أنظمتها لا ترى هذه مسألة غريبة نوعا ما طب أنت عايز تضحك؟ أه عايز تضحك يعني؟ أيوة فعليا كاسبارسكي هو مش بس برنامج مضاد للقرصانة هو كمان بيأجر المحرك بتاعه اللي فيه مضادات للقرصانة لشركات كتير واحدة منهم مايكروسوفت شخصية يعني جزء من برامج دفاع اللي موجودة جولة كل جوة ويندوز تان ودي يبتديها مايكروسوفت مجانا اللي هو ويندوز ديفندر جزء منه بيستعمل كاسبارسكي تكنولوجيا كاسبارسكي طيب يعني حتى نعقد الموضوع أيضا زيادة عن اللزوم قراصنا إسرائيليين اكتشفوا كل المسألة هذه قراصنا إسرائيليين اكتشفوا أنه تقنية روسية تستخدم للتجسس على الأمريكان كمان هنا فيها يعني تساؤلات عديدة أي رأيك مانش بقول لك يا حلقة مريبة هي حلقة مريبة من الأول بس هلا عايزين نفهم يا أيمن بص حقول عادة القراصنا بيعملوا ايه بيحاولوا يخترقوا لأنظمة في شكل تحدي في شكل بيبقى سواء إذا كان ليه أغراض أمنية أو أغراض حتى على مستوى التحدي فالإخوة الإسرائيليين لأنه كاسبارسكي كمان من الناس المؤسسات الأمنية القوية يعني أن أنت تغلب أنت شركة كاسبارسكي فده معناها نصر كمجموعة مخترقين فطبعا ده بيحتسبوا نصر أنه هم جابوا الأدلة ديت وقالوا أنه لقوا جوا ملفات كاسبارسكي حاجات لعلاقة بمؤسسة الأمن القومي الأمريكي يمكن يورجين كاسبارسكي شخصياً طلع أمبارحة أو أول على السوشيال ميديا في تصريح بيقول يا جماعة أن بس يعني أنتم بتكلموا على كيس بتاعة موظفة كانت سنة 2015 واخدى ملفات من مؤسسة الأمن القومي الأمريكي بتشتغل بها في البيت على جهاز عليه الصوفتوير بتاعنا مقرصن يعني هو كمان بيقول لأن هو يقدر يعرف النسخة الموجودة من الأنتيفيروس بتاعهم ومضاد المفيروسات عنده إذا كانت النسخة أصلية أو مقرصنة هو بيقدر يعرف ده فقال لك إحنا عندنا نسخة مقرصنة واحدة سرقة معلومات فالقصة كلها شكلها يعني مريب شوي طيب اللافت هون أيمن أن القراصنة الآن بدأوا يتحكموا بكل هذه البسر بدأوا يتحكموا بحياتنا بشكل عملي يعني القراصنة هم اللي بيشتغلوا في وكالات الاستخبارات هم اللي بيشتغلوا في البنوك في المؤسسات المختلفة ما بعرف أنت كنت قرصان في الزمان أيمن يعني الحمد لله وربنا هدينا طيب عظيم يعني اليوم في مجالات إيجابية لعمل هؤلاء القراصنة للمساعدة في منع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل مش إيج؟ طبعا هو دايما فيه نوع من القراصنة نحن بنسميهم أصحاب القبعات البيضاء اللي هم الويت هات هاكرز أصحاب القبعات البيضاء نحن بنقول عليهم نوع القراصنة اللي أنا كنت منتمي ليه نحن بنسميهم الأثيكال هاكر أو القرصان زوء أخلاقيات لأننا بسلا بيشرفني مثلا حد زي سكاي نيوز كنموذج يقول لي أيمن إحنا عندنا شك إن إحنا النظام الأمني بتاعنا عايز مراجعة فبحاول أخترق النظام وببلغ سكاي نيوز إنه يا جماعة إحنا عندنا المشاكل في النقطة ديات ولازم نحلها ده نوع من المخترقين وموجود وبيشتغل كمحترف وليه شهادات ومتابع حتى يعني ليه متابع يعني القراصنة اللي تابوا يستخدموا المعلومات والمهارات لديهم في حماية هذه الأنظمة أشكرك جزيلا أيمن صلاح المتخصص في التكنولوجيا والخبير في الإعلام الجديد شكرا جزيلا لك كان معنا من القاهرة